دعاؤه عليه السلام في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال اللهم صلى على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال اللهم وفر بلطفك نيتي وصحح بما عندك يقيني واستصلح بقدرتك ما فسد مني اللهم صلى على محمد وآله واكفني ما يشغلني الاهتمام به واستعملني بما تسألني غدا عنه واستفرغ أيامي فيما خلقتني له وأغني وأوسع علي في رزقك ولا تفتني بالنظر وأعزني ولا تبتليني بالكبر وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب وأجري للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن وهب لي معالي الأخلاق واعصمني من الفخر اللهم صلى على محمد وآله ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها اللهم صلى على محمد وآل محمد ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به وطريقة حق لا أزيغ عنها ونية رشد لا أشك فيها وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها ولا عائبة أأنبوا بها إلا حسنتها ولا أكرمة فيي ناقصة إلا أتممتها اللهم صلى على محمد وآل محمد وأبدلني من بغضة أهل الشنآن المحبة ومن حسد أهل البغي المودة ومن ضنة أهل الصلاح الثقة ومن عداوة الأدنين الولايا ومن عقوق ذو الأرحام المبرة ومن خذلان الأقربين النصرة ومن حب المدارين تصحيح المقاة ومن رد الملابسين كرم العشرة ومن مرارتي خوف الظالمين ومن حلاوة الأمنا اللهم صلى على محمد وآله واجعل لي يدا على من ظلمني ولسانا على من خاصمني وظفرا بمن عاندني وهب لي مكرا على من كايدني وقدرة على من اضطهدني وتكذيبا لمن قصبني وسلامة ممن توعدني ووفقني لطاعة من سددني ومتابعة من أرشدني اللهم صلى على محمد وآله وسددني لأن عارض من غشني بالنصح وأجزي من هجرني بالبر ووثيبا من حرمني بالباذل وأكافى من قطعني بالصلاة وأخالفا من اغتابني إلى حسن الذكر وأن أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة اللهم صلى على محمد وآله وحلني بحلية الصالحين وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وأصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإنعز واستقلال الخير وإن كفر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع اللهم صلى على محمد وعليه واجعل أوسع رزقك علي إذا كبرت وأقوى قوتك فيا إذا نصبت ولا تبتليني بالكسل عن عبادتك ولا العمى عن سبيلك ولا بالتعرض لخلاف محبتك ولا مجامعة من تفرق عنك ولا مفارقة من اجتمع إليك اللهم اجعلني أصول بك عند الضرورة وأسلك عند الحاجة وأتضرع إليك عند المسكنة ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت ولا بالخضوع لسؤال غيرك إذا افتقرت ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رهبت فاستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتظني والحسد ذكرا لعظمتك وتفكرا في قدرتك وتدبيرا على عدوك وما أجرى على لساني من لفظة فحش أو هجر أو شتم عرض أو شهادة باطل أو اغتياب مؤمن غائب أو سب حاضر وما أشبه ذلك نطقا بالحمد لك وغراقا في الثناء عليك وذهابا في تمجيدك وشكرا لنعمتك واعترافا بإحسانك وإحصاء لمننك اللهم صلى على محمد وعاله ولا أظلمنا وأنت مطيق للدفع عني ولا أظلمنا وأنت القادر على القبض مني ولا أضلنا وقد أمكنتك هدايتي ولا أفتقرنا ومن عندك وسعي ولا أطغينا ومن عندك وجدي اللهم إلى مغفرتك وفادت وإلى عفوك قصادت وإلى تجاوزك اشتقت وبفضلك وثقت وليس عندي ما يجب لي مغفرتك ولا في عملي ما أستحق به عفوك وما لي بعد أن حكمت على نفسي إلا فضلك فصل على محمد وعاله وتفضل علي اللهم وأنتقني بالهدى وألهمني التقوى توفقني للتي هي أزكى واستعملني بما هو أرضى اللهم اسلك بي الطريقة المثلى واجعلني على ملتك أموت وأحيا اللهم صل على محمد وعاله ومتعني بالاقتصاد واجعلني من أهل السداد ومن أدلة رشاد ومن صالح العباد وارزقني فوز المعاد وسلامة المرصاد اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها وأبقى لنفسي من نفسي ما يصلحها فإن نفسي هالكة أو تعصمها اللهم أنت عدتي حزنت وأنت منتجعي حرمت وبك استغاثتي انكرثت وعندك مما فات خلف ولما فسد صلاح وفيما أنكرت تغيير فمن علي قبل البلاء بالعافية وقبل الطلب بالجده وقبل الضلال بالرشاد واكفني مؤونة معرة العباد وهب لي أمنى يوم المعاد وامنحني حسن الإرشاد اللهم صل على محمد وعاله وادرع عني بلطفك واغذني بنعمتك وأصلحني بكرمك وداوني بصنعك وأظلني في ذراك وجللني رضاك ووفقني إذا اشتكلت علي الأمور لأهداها وإذا تشابهت الأعمال لأزكاها وإذا تناقضت الملل لأرضاها اللهم صل على محمد وعاله وتوجني بالكفاية وسمني حسن الولاية وهب لي صدق الهداية ولا تفتني بالسعى وامنحني حسن الدعاه ولا تجعل عيشي كدًا كدًا ولا ترد دعائي علي ردًا فأني لا أجعل لك ضدًا ولا أدعو معك ندًا اللهم صل على محمد وعاله وامنعني من السرف وحصن رزقي من التلف ووفر ملكتي بالبركة فيه وأصب بي سبيل الهداية للبر فيما أنفق منه اللهم صل على محمد وعاله واكفني مأونة الاكتساب وارزقني من غير احتساب فلا أشتغل عن عبادتك بالطلب ولا أحتمل إصرى تبعات المكسب اللهم فأطلبني بقدرتك ما أطلب وأجرني بعزتك مما أرهب اللهم صل على محمد وعاله وصن وجهي باليسار ولا تبتذ الجاهي بالإقتار فأسترزق أهل رزقك وأستعطي شرار خلقك فأفتتنا بحمده من أعطاني وأبتلي بذنبه من منعني وأنت من دونهم ولي الإعطاء والمنع اللهم صل على محمد وعاله وارزقني صحة في عباده وفراغا في زهاده وعلما في استعمال وورعا في إجمال اللهم اختم بعفوك أجلي وحقق في رجاء رحمتك أملي وسهل إلى بلوغ رضاك سبلي وحسن في جميع أحوالي عملي اللهم صل على محمد وعاله ونبهني لذكرك في أوقات الغفلة واستعملني بطاعتك في أيام المهلة وانهجني إلى محبتك سبيلا سهلا أكمل لي بها خير الدنيا والآخرة اللهم وصل على محمد وعاله كأفضل ما صليت على أحد من خلقك قبله وأنت مصل على أحد بعده وأعطنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقني برحمتك أعذاب النار